المنتخب المغربي بطل لإفريقيا لمنتخبات أقل من 23 سنة بعد تحقيق هدف بلوغ أولمبياد باريز الصيف القادم في الكان الذي احتضنه المغرب وهو يعبر إلى النهائي اكتمل المراد بالتتويج باللقب أمام المنتخب المصري ليلة أمس في النهائي لم تكن البداية مثالية للأشبال الأولمبيين المصريون افتتحوا التسجيل منذ الدقيقة العاشرة بهدف من تسجيلة مميزة لللاعب محمود حسن صابر اللاعب ترك فريقه بنقص عددي بعدما طرد في الدقيقة السابعة عشر سعي المغاربة للعودة في المباراة أثمر هدف التعادل في الدقيقة السابعة والثلاثين والمسجل المهاجم يانيس بكراوي شوط المباراة الثاني لم تتغير فيه النتيجة ذلك فرض لعب شوطين إضافيين جاء الحل خلال أخر لحظات الأول منهما من قدم البديل أسامة الغالين لعب لهافرا الفرنسي وخرج أكاديمية محمد السادس وقع هدف الفوز الثاني من تمريرة من القائد عبد صمد زلزلي الذي توج بالمناسبة بجائزة هداف البطولة عن هذا التتويج نستمع لمدرب المنتخب المغربي عصام الشرعي صراحة يعني 120 دقيقة لعبنا ضد مالي ما كانش سهلا كان عندي بعد اللعابة لمازال ما كانوش 100% ولما مشينا في 120 دقيقة كنا عارفين بأن الفريق المصري ما تشجل عليه ولا هدف في البطولة دي الأفريقية كاملة وعارفينهم دفاعيين قويين حتى لما كانوا بعشرة ما كانش سهل ولكن نبقينا كانت دفعوا ونزيدوا ونهني الشباب بأننا درناها وشجلنا الهدف الثاني وفرحنا لمغاربة وجبنا اللقاء التتويج كرس صحوة كرة القدم المغربية أندية ومنتخبات في القارة الصمرة بجيل سيعمل على مواصلة الجهود في انتظار الظهور بشكل جيد في أولمبياد باريس صيف السنة القادمة في ثامن مشاركة للمنتخب الوطن المغربي في دورة كرة القدم في الألعاب الأولمبية